السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم اليوم بإذن الله هنتعرف على حرف جديد اليوم سوف نتعرف على حرف جديد تعالوا نشوف استمعين الصوت ده الش ش 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 الصوت ده عشان نكتبه في اللغة العربية ش ش ش ش ش عندنا الحرف ده الحرف ده بيدينا الصوت ده ش ش ش ش this letter gives us this sound ش ش ش طيب تعالوا نحط العلامة دي على الحرف بقى عندنا ش ش ش ش ش طيب تعالوا نكتب الحرف مرة تانية ونحط هنا علامة أسفله ش ش ش ش ش ش ش ش طيب تعالوا نكتبه كمان مرة شو العلامة ديت هديدنا صوت شو شا شي شو شا شي شو طيب الحرف اللي قدامنا ده انا مش عايز اركز على اسمه دلوقتي لكن ليه اشكال مختلفة تعالوا نشوف اشكاله ايه شكله this letter has many different shapes let's check them شكله ممكن يكون كده وممكن يبقى كده وممكن شكله يبقى كده يبقى احنا عندنا كم شكلة للحرف عندنا اربع اشكال شكله ممكن يكون كده كده او كده او كده اربع اشكال طيب اذا انا جيت حطيت علامة الفتحة عليهم كده هيبقى شا 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 تمام كده طيب تعالوا نشيل علامة الفتح اذا جيت حطيت علامة الكسرة اسفلهم شي 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 طيب اذا انا شلت العلامة ديت وحطيت علامة الضمة اعلى شو 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 تمام كده طيب تعالوا نشوف مع بعض كلمات فيها الحرف الجميل اللي معانا دلوقتي let's check some words has this letter طيب زي ما احنا شايفين دلوقتي يبقى عندنا هنا شا شي شو شا شي شو ودي اشكال الحرف المختلفة طيب تعالوا نشوف الكلمة ديت شاجارة شاجارة شا 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 سمعين let's check the first word شا 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 طيب هنختار الشكل ده هنختار الشكل ده تعالوا نكتب شا 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 يبقى عندنا علامة الفتحة شا 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 بعد كده نكمل الكلمة شاجارة شاجارة الحرف دوت بدينا صوت ج ج ج شا جا شا جا ر 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 أنا أخذ برضو الشكل ده. We will select this shape. We will select this shape. شو 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 شو. هنأخذ الشكل ده. We will select this shape. شو 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 شو. ضم شو شو. شع شع. شع. ل. شع. ل. شع. يبقى عندي ش شجرة. ش شجرة. ش شراع. ش شرع. ش شع. ش شع. طيب تعالوا نشوف كلمة تانية. ش شع. ش شع. ش ش شه. ش شع. مو مش مو مش مش هنأخذ الشكل ده زي ما احنا شايفين مش اخترنا الشكل ده مش اخترنا الشكل ده هنعرف مع بعض ليه بنختار الاشكال دي طيب تعالوا نشوف حرفي كمان تعالوا ناخد خفاش خفاش خو خف 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 خفاش هنختار الشكل ده خفاش تعالوا نشوف كلمة كمان فراشة فراشة ف ف ف فر فر فرا فرا ش ش هنختار الشكل ده خفاش ش طيب تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي ليه اشكال حرف الشين اختلفت اسم الحرف بتاعنا هو حرف الشين تعالوا نشوف عندنا كلمات مبدئيا خلاص احنا عارفين ايه شا شي شو شا شي شو طيب شكل حرف الشين اول الكلمة The shape of sheen in the beginning of the world شجرة شراع شعلة على طول حرف الشين اول الكلمة هو الشكل ده ما عندناش اي بديل Always sheen in the beginning of the world it is this shape we don't have any other option هو الشكل ده يبقى دا حرف الشين اول الكلمة طيب تعالوا نشوف حرف الشين وسط الكلمة يعني ايه حرف الشين وسط الكلمة يعني فيه قبله حرف وفيه بعده حرف عندنا هنا حرف الشين وسط الكلمة This is sheen in the middle of the world مش مش اختارنا الشكل ده شايفين طيب في عندنا كلمة تانية هنا حرف الشين وسط الكلمة آه فراشة يبقى عندنا هنا حرف الشين وسط تعالوا نشوف الشكل ده اللي هو ده اختارنا الشكل ده لما بيجي قبله حرف بيتوصل حرف بيتوصل من الناحية الشمال شايفين حرف الميم اهو ده حرف بيقبل ان يتصل من الناحية الشمال ده شمال الميم عشان كده حرف الشين طلع له الزراع اللي موجود قدامنا ده طيب تعالوا نشوف ليه اختارنا حرف الشين هنا بالشكل ده اختارنا حرف الشين في الشكل ده لان حرف الالف حرف لا يتصل بالحرف الذي يليه حرف الالف ما بيرضاش يتوصل بالحرف اللي بيجي بعده من ناحية الشمال عشان كده عندنا المساحة ديه يعني لو انا جيت اعملت خط كده ماينفعش كده لو اعملت خط ده بقى حرف ال�ient لكن احنا بنتكلم على حرف الـ يبقى كده ما ينفعش فيه عندنا في اللغة العربية 6 حروف بيرفضوا انهم يتوصلوا من الناحية الشمال زي حرف الراء وحرف الألف في الكلمات الموجودة قدام طيب تعالى نشوف حاجة ثاني يبقى عندنا كده مراجعة حرف الشين وسط الكلمة الشكل ده أو الشكل ده يعني ده أو ده طيب تعالوا نشوف حرف الشين آخر الكلمة عندنا حرف الشين آخر الكلمة كلمة مش مش يبقى ده شكل نفس الشيء ليه اخترنا الشكل اللي طالع فيه الخط ده عشان قبله حرف بيتوصل من الناحية الشمال ادي الميمة هو شماله فين شماله الشين عايز يتوصل بيه عشان كده أخدنا الشكل ده طيب تعالوا نشوف خفاش خفاش قبله حرف ايه الألف حرف الألف ما بيتوصلش بالحرف اللي بيجي بعده من الناحية الشمال عشان كده عندنا المساحة ده it's the same reason شين in the end of the word it can be this shape the one that has a small line here or this shape that without the line if the previous letter is a normal letter that likes to get connected to the following letter we select this shape if the previous letter is a refusal letter ألف that doesn't not get connected from the left side we select this shape طيب مراجعة كده حرف الشين أو الكلمة ده الشكل الوحيد حرف الشين وسط الكلمة ممكن يكون ده أو ده زي ما احنا شايفين هنا الشكل ده أو الشكل ده وعرفنا السبب ايه حرف الشين آخر الكلمة ممكن يكون ده أو ده زي ما شفنا هنا وشفنا هنا let's review شين in the beginning of the word شين in the middle of the word it can be this or this شين in the end of the word it can be this or this تعالون رجع ش شجر ش شراع ش شعلا مش مش خفاش فراشة hi everybody I would like to announce that I have launched my first Arabic course on my channel this course is for non-Arabic speakers I'm explaining everything in English I will teach you how to read and write from zero so if you have no idea about the language don't worry this course suits you and if you know a little bit about the Arabic alphabets but you still confused between them and you can't recognize the letters when it is in the beginning of the word in the middle or in the end of the word so this course suits you too we will check the letters will explain everything this course will contact your brain as a non-Arabic speaker because we will train this in English as well you will be able to text me if you have any question so don't worry if you have any difficulty or in case there is something not clear in the course after this course you will be able to read and write sentences in Arabic it's available here on the channel just you need to join to become a member it will cost you just $10 per month there will be two classes per week every Monday and Wednesday the method that I follow in this course it is out of the box and you will see the Arabic language in a different way you will feel it is much easier and you can learn faster just join I'm waiting for you there oh I can try with your more videos how can you see you as well ites you you how can you get ترجمة نانسي قنقر